تغذية وما بين الاترابات اللي كان حاليا ولي قلنا بأنها متعددة ومختلفة على حسب يعني كل حالة هي حالة خاصة تماما أي طفل يبقى مختلف على الآخر وأي طفل هو مختلف على الآخر ولازم أنها يعني كل مبانة أو ظهرت بكري يعني تخدات كيف تنقوله قد ما كان تدخل مباكر قد ما كان قدرون دمجون طفل كتر طبعا الحال إذا نريد أن نصورك على كيف الشيء يتم تشخيص حالا تشخيص يمر المجالات الثلاثة اللي هدرنا عليهم فتعريف يعني باش طفل يتشخص يكون عندو ترابات فتلاثة المجالات اللي هما التواصل اللفظي ولغوي متقوله التواصل اللفظي ولغوي إذا متعرفش يتواصل متعرفش يتكللم يقدر يكون عندو مشكل فتواصل اللفظي يعني ما كيهدرش أو ما كيخرجش الحروف أو لو اخك يخرج الحروف ما كيقولش كلمات أو لو أخي يقول كلمات والجمل ما يعرفش ينسقهم ما بديتهم ويدير إن كونفرساتي مع الشخص الآخر تكون مقادة وتكون عندها هدف وكين تواصل نوع آخر يعني ماشي بدروري كانت تواصلوا بالهدراك كانت تواصلوا بالشوفاء كانت تواصلوا بالجستيلوجة تواصل الجسادي كيف تقولون تواصل الجسادي يعني كيكون عندهم مشكل يف في هالتواصل الجسادي يف تواصل لغاوي يبجوجهم دونك هذا بالنسبة للمجال التواصل أو ما يسمى بلا كومنيكاسون يعيما لكومنيكاسون فيربال أو لنون فيربال بالنسبة للمجال ديال الهدراك يهتم بواحد الأشياء اللي كتكون قليلة يعني الاهتمامات دياله كتكون محدودة وهذا شيء يخليه يدير حويج بطريقة تكرارية أو ما يسمى بلاستيريوتيبي يعني كيكون عنده مثلا نفس الحاجة اللي كي لعب بها دابا يلعب بها من بعد يلعب بها من بعد أو الحاجة اللي كي يهتم بها اليوم يهتم بها غضاء يعني الاهتمامات دياله كتكون محدودة جدا هذا المجال التالي المجال التالي هو المجال ديال الانتراكشون سوسيال أو للسلوك الاجتماعي يعني الطفل كيكون عنده مشكل ما كيقدرش يفهم السلوكيات الاجتماعية كاملة اللي كتحيط بيه وما كيقدرش يتعامل بنفس القواعد اللي احنا حطينهم يعني هو عنده قواعد خرين في راسه هو عنده منظور اخر ومختلف بغابور لدرالي الخرين اللي في العمر دياله يعني السلوك دياله كيكون كذلك مختلف وهنا من كيكونوا هاد المجالات بثلاثة بهم فيهم اشكالات هنا المختصين في المجال يعني الاطباء النفسيين دي الاطفال هما اللي كيدروا ديتاست وكيحددوا واش الطفل عنده طرابات طيف التوحد او لك يعني مش مشكل اخر ليقدر يكون غير تشتو تنتباه او لا كثرة الحركة او لا يكون مشكل اخر لي كيدرش في اضطرابات النمائية ديال الاطفال تهو يعني يقدر يكون حسي دابل الانواع ديال الاضطرابات مع الاسف كثرت ما كينش غيل اضطراب ديال الطيف التوحد في الاضطرابات النمائية ديال الاطفال كين بزاف المشاكل اللي بدو كيضهروا مؤخرا زم في سنوات الاخيرة ومشاكل اكتر فاكتر يعني انك تمشي لكخيش ولا اللي ما تغنال وهذا جميع الاطفال اللي ما عندوش طرابة طيف التوحد عندو مشكل ديسليكسي عندو مشكل يعني كين بزاف ديال الاضطرابات يعني باش تقدر انك تحط واحد شخيص محدد كخص اهل الاختصاص هما اللي يقدروا يحددوا بالضبط واش عندو اضطرابة طيف التوحد او لمشكل اخر يعني الان غدي ندخلو لصلب الموضوع ديالنا اللي هو التغذية عند يعني الاطفال اللي تعنيوا من هاد المشكيل هادا شني المشاكل الغدائيه اللي تعنيوا منها اطفال مواصبيين طيف التوحد هما الاباء ديال او الامحاسة للاطفال اللي كانوا من الترابات طيف التوحد كين يلخصو المشكيل ديال الاطفال للتوحد في مشكل الانتقائية الغذائية يعني لاس الايكسيبيتيأني يعني الاختير اهدو مشكل اللي كيكون الغالبه يتهاو لاساسا وقين اطفال لي ما عندو مش مشكلة نعمشemos واضحين قلنا في الأول أنهم أطفال مختلفين على الأطفال الذين تقومون بهم وحتى هذه الأطفال التي توجدون أطرابات تواحد مؤكدة هم مختلفين على بادياتهم يعني كانوا يمشون انتقائية غذائية كي لم يمشون هو مشكل غالبا ما يكون على حسب الأبحاث العلمية والإزارتيك السيونتيفيك كثير من 60% الأطفال يعانيهم من الانتقائية الغذائية يعانيهم من المشكلة أنهم كانوا يكون الحبوب والكاملة والفكولان، الخضر والفواكه، الوحوم، الدجاج والسماك، المواد الدهنية والمواد الحليبية والمشقات والمواد السكرية وعاد الماء والحركة في بعض الأهرام الغذائية هذه هي المجموعات الغذائية التي يجب علينا أن نأكل منهم كاملين والنوع ما يمكن أن يكون لدينا تغذية سليمة ويكون لدينا تغذية متوازنة عند الأطفال الذين يكون يأكل واحد المجموعة الغذائية والمواد الحليب مثلا يكون يأكل غير الخبز ويشرب الحليب نهار كامل في الواجبات كاملين في الأسبوع كامل هنا يأكل غير جوش المجموعات الغذائية لهم الحبوب والمواد الحالية مجموعات الغذائية الغذائية غير حاضرين نهائيا وكي يقدر تمشي بعيد في الانتقائية دياله ويبدأ ينطقي الأكل دياله على حسب اللون على حسب الطريقة باش تقطع نعطي مثال باش يفهموني كتر المستمعين مثلا البتاطا قالوا لي دات الصغار كي يحمقوا على البتاطا الطفل عنده التراب ديل طيف تواحد غا تقدر تعطيه البتاطا مقطعه بحليف خيط ما تعجبوش تتعجبو مثلا هذيك المقطعه بحليف خيطة تعطيها ليه مقطعه غير شي شوية غلط من كيف موال في تديرها أو لمقطعه بطريقة أخرى مثلا ديكاره ولا ديدي ولا ما يقبلهاش ما غا يقبلهاش وخاتكون مطيبة بنفس الطريقة يعني غير كيف شافها ما غا ديش ياكلها يعني كينتاقية لحسب الأشكال ديال الأغذية كيفاش تطرحو كيفاش تحطوه في الطبسيل وفي الطبلة الطبلة تاهية تقدر تكون إيشكال مثلا انا حطيت الموال في كي ياكل فوق الطبلة بيضاء وانا حطيت له الطبلة حمرة ياكل فوق منها يقدر تبرز ديك لأكله وغم ياكل شليا ديك شلاخور ويكون موالف كي ياكله الانتقائية لحسب الامبالاج كذلك يعني الأغلفة ديال الأطعيمة يقدر يكونوا كي يجدبوا الاهتمام دياله ويكونوا فيهم الألوان فيهم الأصوات كي خذيك خش ديال هادوك الأغلفة ديال البلاستيك ودك شي يقدر يكون العكس كي برزدوه مثلا إلا كان عندو يني بارسنسيبليتا أوديتيف يعني المؤثيرات الصوتية كتبرزدو يتخليش يركزوا دك شي يقدروه يأترو عليه بالعكس وما يخليوش أنه ياكلهم عغري بسبب الغلاف ديالهم مثلا يعني الانتقائية كتمشي حسب اللون حسب الشكل حسب الطعم حسب الغلاف حسب كيفاش حطيناها عليه حسب الوقت والدوق البلاست كذلك لا يملك في قلص في واحد الكرسي وعندوه مشكلة أنه ما يقدرش يبدو البلايس ويصال بيبوس بروبلم ما غادش يقدر يقلص بلاستيك ويأكل وكل طفل كيبقى مختلف وكيبقى الدرجة الانتقائية كذلك مختلفة يعني كل واحد وشنو كيكون عندو ولكن الأهم من هذا كله أن هذه المشكلة الانتقائية في حد ذاته كيقدر يكون سبب أو لا كونسيكنس يعني جاء من واحد الإشكال كيكون كونسيكنس يعني جاء من واحد الإشكال بيولوجي اللي غالباً تيكون نقص في الوزنك يعني مني كان عطيه الزنك هاد المشكلة هادة كيتحل جزئياً ومن بعد الطفل فاش كيواللي قادر أنه يدوق كيواللي ويجبوه الأغذية وكيبدا يدوق حوايجو خرين ولكن كيخصى شوية الوقت يعني ولحسب تستيني للطفل ولحسب تحليل دياله وبزاف الحوايج إلا كانت العكس يعني هي سبب حوايجو خرين السبب تقوندي إلى الانتقائية كوينا كا beide طيرابات لكان التفل في السلوكれてالوا وهي تدول لنا بزاف ديال المشاكل أخرى بسباب هاد الانتقائية التفل بيانسكمة كيولش مزيان هنا كيواللي عندو نقص في المواد الغدائية سواء الفيتامينات والأملح المدينية وما إلى ذلك وبالأساس هم عندو مشاكل في الهضم ومشاكل فالامتصص في تبيته عندو مشاكل صحيحة بزاف يا تتفل عندو بزاف مشاكل الصحيحة وما ننسوش أن الفيتامينات والأملاح المدينية والأنزيمات والكل اللي كنهضروا عليه وكنجيبوه من التغذية الصحية دينا كيدخل في بسبب التفاعلات الكيميائية اللي منهم التفاعلات الكيميائية دير الجهاز العصبي وهنا مني كنكونوا ما كنجاوبوش على ذوك الاحتياجات كاملين فالجهاز العصبي ككل وبالأخص الدماغ ما كيخدمش بطريقة هي مزيانة يعني هنا كيولي السلوكيات الغير لائقة اللي كتبان كيولي النوم المضطرب كيولي الشوف اللي كتهرب كيولو أن بساف دي المشاكل اللي الداخلين في هاد الاضطرابات اللي كيخلو الطفل يتشخص كطفل توحودي وتيبدو مشاكل صحية لأن متل التغذية هي ماشي تغذية لي سليمة هي الأساس وتيبدو السنينة ديالهم وأنا كتنعك في أحد الهدبعنا اللي كاريب بزاف السوسة السوسة فثمان لنجم إشكال أخر هنرجوعه أو تاني الأبحاث العلمية اللي يدارو كيقولوا أن تقريبا واحد البرسنتاج كبير دي الأطفال عندهم مشكل ديال الانتوكسيكاسيون وميتولوري يعني التسمم بالمعادين التقيلة وهذا التسمم بالبلومب والاليومينيوم وبالمركور يعني الزئبق والبلومب الرصاص والاليومينيوم اللي هو الاليومينيوم كيخلي هاد الاطفال يكون عندهم تسوسات بزاف السنينة ديالهم وعاد زيد النقص في المواد الغذائية اللي بالأساس هو الإشكال ديال كل شيء في البحث اللي قمنا به أنا وبعد الأساتيدة اللي منهم الأستاذ عبدالاتي فلبور رئيس الجامعية المغربية اللي حمية التغذية عفوا هذه واحد العاميين كنا درسنا واحد المجموعة ديال أطفال مغربين يعني من جميع المدن المغربية ودلنا لهم تحاليل في واحد البوغات واغ في أمريكا باش نبينو شنه هما المعادين تقيلة اللي عندهم ولقينا أنهم كلهم عندهم مشكل ديال تسمم بالمعادين تقيلة يعني المعادين تقيلة عندها واحد تأتي الكبير على السلوكيات والا للصحة والتواء الأسنان أو لا أي حاجة واحدة أخرى بنسبة الأطفال تواحدة اشتركوا في القناة